وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيداً أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة عندي مكالمات تنتظر من؟ تفضلي يا نجلاء نجلاء من ألمانيا تفضلي تفضلي يا أخت نجلاء تفضلي يا نجلاء يارب تفضلي يا أختي تفضلي أنت على الهواء يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور مو الشيخ دكتور تفضلي أنت على الهواء تفضلي يلا 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 اسألي يا أخت الفاضلة اسألي اسألي تفضلي أنت على الهواء تفضلي يلا يا دكتور أنا أقول بالصابع بعد ما أتوضى لا إله إلا الله وحده لا شاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وعلا كل شيء قدير اللهم أسألك عم بحكي دكتور عم بحكي أنا والله عم بحكي تفضلي يا أختي الله يرضى عليك تفضلي تكلمي بسرد والله عم بحكي طيب أنا أسمعك تفضلي يلا يلا أنا عم بقول يعني عندما أتوضى يلا عندما أتوضى عم بقول أنا هيك اسمعتها اللهم أغفر لي وأوسع لي في داري وباركي في رزقي هيا يعني ما بعت عم بقولك طيب السؤال الثاني اي وشي اسمع وفيه تشغلة تانية تفضلي تفضلي عندي اي عندي أختي يلا يلا عندي أختي يلا عندي أختي يعني جونزة تحبان تحبان من أول ما اتجوزة طوله تحبان ويعني وما اتتفقتي ويلا نمس تفقين أبدا أبدا وعند أولاد وعند فلنسي تعريبا خمسين سنين متجوزين وهلأ مرض صلوا تعريبا يعني واقع تيمكن أربع خمسين سنين أكثر كمان من أول حرب صلوا اي صلوا واقع مريض بتاخده وبالطعمي وبتسقي بتشتي يقول لي يعطيكي العافية أو يسلموا إذاكي اللي أعطل قال ببتش بتاخدوا على الحمام بتتاجعهم للحمام بتاخدوا على الحمام بتاخدوا على الحمام بترجعهم للحمام وما بقول لي يعطيكي ايجي بكنتنا وراتوا كاسة مي الله يسلموا إيديكي ويعطيكي عافية اي طيب نجلاء يا نجلاء نعم اخفض التلفزيون على الآخر اي يا دكتور اخفض التلفزيون على الآخر اي انا كنت بالشركة انا كنت ملطفة بالشركة انا اخذ اوقات خيطان اجيل خيطان اخذ زرار اخذ سحابات انا هنأ ببكي احالي باخذ سحابات كياس نايل ومجيب فيهم خبز باخذ فيهم خبز وعكل هذا الدي بحروح والشركة راحت راحت من حرب بس فتحوا شركة تانية واللي اجوا كلهم اجداد اللي اجوا كلهم اجداد ما أنا بألمانيا وهمنا بسوريا واللي اجوا كلهم اجداد بس قولي شو اعمل ان شاء الله يا نجلات تسمعيني الجواب بحول الله نعم نعم ان شاء الله الله يحفظك مع السلامة نعم فضلي علي 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 السلام عليكم عليكم السلام وفت الله كيف حالك شيخ حياك الله علي كيف حالك شيخ خلني اطرافة تأسئلة على السريع سؤال الأول بالنسبة ليوم الجمعة وليلة الجمعة هل الذنب والمعصية اعظم وايشهد من اي يوم وليلة وهل الاسم اكثر سؤال سؤال الثاني ما حكم من اخر الصلاة الى الى صلاة الى وقت اخر صلاة يعني ما مات قبل قبل ان يصليه سؤال الثالث ما حكم ذكر الله والاستغفار او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستحمام يعني وانا استحم تحت الدش اثناء الاستحمام ها اه اثناء الاستحمام ايوة طيب يا علي هياك الله اشكرا بارك الله فيك فيك بارك فضلي حسين عليكم السلام ورحمة الله يقول الامر انا عندي سؤال اه اه انا اشترك جريدة اندوميسية طبعا بالنغة الاندوميسية نعم وبعدين اه احيانا يعني في الجريدة فيه اه اه ناس يعني اه اه يختفون يعني على الدين عن الاسلام وهكذا و فيه اسماء الله سبحانه وتعالى بسم الله الحمد بالله لا اله الا الله الله انا اقصه من الجريدة نعم ممكن يطويل العمر وبعدين احرقه ان شاء الله يا حسين الله اروا عليك سفر اهلا وسهلا ومرحبا الله فضل ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا الله يطول عمرك الله يزدق الخير نحبك في الله حبك الله يا أخي اهلا وسهلا الله وعلي الله يطول عمرك شيخنا عندي سؤالين الله يطول عمرك فضل السؤال الأول فيه رجل يعني من العائلة يعني إذا راح عند الأم دياله يعني الأم دياله سبحان الله العظيم يعني يعني غاضب عليه يعني غضب شديد وما تحبه أنه يروح عندها ولا يجلس معها ولا يصرف عليها ولا شيء نهائي وديما يعني دائما تدعو عليه وهو مع ذلك يبر بها نعم يعني صراحة في هذه الحالة يعني يعني سبحان الله العظيم يعني كأنهم توتروا عنده مشاكل يعني كبيرة من ناحية هذا الموضوع سبحان الله وش السبب يا إبراهيم والله السبب يعني كان في مسألة الإر في الإرث ها؟ نعم مسألة الإرث نعم ما يعني هو مثلا أخذ حق الوالدة أو أخذ حق إخوانا؟ لا لا ما أخذ حقها ولا شيء نهائي طيب وين؟ وبس حينما تشوه فيه الوالد يعني صارت مشاكل يعني بين عند تعريف يعني في المغرب يعني غالبا ما يكون ثلاث إخوان مع زوجاتهم وكل شيء يعني جالسين في بيت واحد يعني نعم أول كانت مشاكل قلبهم يعني نأخذ بيت لحالد ها يعني ما أخذ الوالد لأبي يعني الأم ديار يعني كأن يعني صار شوية نقص يعني في المادة وكذا يعني لأنه يعني تقريبا كان هو المول المول للبيت يعني واللي كان يصرفه نعم نعم وكان يشتغل بجدية وضح فصارت أبشر إبراهيم وضحت أبشر أبشر نعم فأنا يعني أنا أحبيت أنا أتزوج يعني فقالت للحرمة يعني لا 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 تزوج يا إذا تزوج طلقني فقالت لي يعني أرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن المرأة إذا طلبتني الطلاق يعني من غير يعني عضر ولا شيء يعني فلقام دينا الشديد فقالت لي قالت لي عندها فاصل واحد وهو الشيخ عزيز الدكتور عزيز إذا جاوبنا على هذا السؤال و أعطاك إن شاء الله و تعالى الدول الأخضر فأبرخ ليك تزوج و إذا ما أعطاك الدول الأخضر ما أبرخ ليك تزوج نهائيا أنت تبغى تورطني يا إبراهيم كشكلك لا لا أرطك شيخنا أحد يرطى يا إبراهيم ما في حرمة ترطى الله يهديك لكن عموما إن شاء الله يصير خير الله يطلب الحمبرك يا إبراهيم مرحبا الله يحفظك الله يمارك أبو إبراهيم مرحبا السلام و بركاته السلام و بركاته يا بحالك طيب إن شاء الله أرحب أبو إبراهيم حياك الله الله يطلح شيخ الله يسلمك عندي بعض الأسئلة أجزاك الله خير تفضل السؤال الأول حكم من كان على وضوء ثم ذهب ليجدد الوضوء نعم والسؤال الثاني الله يسلمك بعض الأخوة عندما يموت له قريب يضع صورة أو يجعل الحال عنده في وسائل التواصل الاجتماعي حداد حتى يراها الناس فما الحكم في ذلك إن شاء الله والسؤال الثاني الله يسلمك ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال من قال دبر كل صلاة أو أخذ مضجعة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات شوي شيء إبراهيم شوي شيء إبراهيم أعد الدعاء الله أكبر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر نعم وكلمات الله التامات نعم الطيبات المباركات شاء الله ثلاث مرات وأيضا ولا إله إلا الله مثل ذلك شاء الله كن له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة وما معنى الحديث ذاك الله خير شاء الله السؤال السؤال الأخير الله يسلمك ورد في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ممكن شرح حديث ذاك الله خير شكرا شكرا بارك الله فيه وسهلا مرحبا أبو محمد أبو محمد أبو محمد عليكم السلام وبركاته كيف الحال ياك الله أبونا عنك يا مرحب ومسهلا كل ياله خير طول عمرك حفظك الله يعطي الصحوة قبل منه آمين زاك الله خير شيخنا إذا تكررت يعني بالسحو في أثناء الصلاة سواء الجماعة أو الفرادية مع فريضة في المجزة إذا صليت أنا بالناس مثلا وتكررت وقسيت أني قريت الفتحة وما قريت ورجعتها تانية مرة أو قريت آية تانية وقررتها في أثناء الصلاة سواء الفرادية أو في جماعة ثانيا سلمة لما نيجي ندخل المسجد في أول ندخل نقول بسم الله رب التحليق بواب رحمته وضبا مني هذي عند أول المسجد ولا عند صالة المصليين يوقت وقال لأنك أنت فتأسمات واحد سألها بس أنا أنتها البرنامج سؤال الثالث شيخنا والله مرات بسير مع الواحد وأثناء الصلاة بسها لأنه قري أو ما قريش بسير عند زلوش وسواس في هذه الحالات ما الفعل وماذا العمل إن شاء الله مرحب أبو محمد حياك الله السلام إيا الله محمد دوري ظن تفضلي محمد السلام عليكم عليكم السلام في إذا الحال برحب مسهلة إيه عندي سؤال تفضلي تفضلي محمد عندي طرة عمرك فيه الأنصاب عندي النصاب فيهم شوية يعني ضعيفة مدخول عندهم هذه وين يا محمد وفي وين يعني اسم العام هذه الأنصاب وين هذه الأنصاب برّة أيوة باليمن وبالهند أها بالهند وباليمن طيب وين أخضل يعني تعطي الأنصاب وإلا تكفل يا أرألة وش تقصد بالأنصاب يا محمد نعم الأنصاب وش تقصد فيها وش تقصد بالأنصاب النصاب يعني ما أخض منكم أنصاب يعني أنصاب يعني مثلا تسأل تقول أنصاب طيب والسؤال وين السؤال وين أخضل يعني وين أخضل يعني تعطي الأنصاب وإلا تكفل أرألة يعني قصدك قصدك تتصدق عليهم أو تكفل أرألة مع عيالها ها يا محمد أرألة مع عيالها يا محمد أرألة مع عيالها ويهي لكن أنت القصد سؤالك قصدك الزواج ولا الكفالة هذا قصدك ولا الصدقة يا محمد لا صدقة أو يعني كفالة أنت الآن إن شاء الله وضحت يا محمد خاطرك شيء محمد بعد ولا خاطرك شيء وضاق الوقت عن الإجابة على ما تبقى من الأسئلة تسأل أم سيف بالنسبة للمسألة الأعمار من حيث تقدير الله عز وجل للأعمار تقول هل الإنسان إذا قام بالأعمال الصالحة الله عز وجل يطير في عمره أم سيف بارك الله فيك صحى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال من أحب أن يبارك الله له في رزقه و أن ينسأ له في أثره في لفظ في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه هذا الحديث هذا الحديث ذكر أهل العلم بأن من وصل الرحم فإن الله جل وعلا يبارك له في عمره و يبارك له في ماله يبارك له في عمره و يبارك له في ماله و لذلك الزيادة هنا في العمر محل كلام عند أهل العلم على قولين منهم من ذهب إلى أن الزيادة في العمر هنا البركة بمعنى أن الإنسان إذا كان ممن يصل رحمه يبارك الله عز وجل له في عمره حتى أن السنة تكون بسنتين يوفقه للعمل الصالح يوفقه في أن يكون منتج في هذه الدنيا أن يكون صاحب أعمال طيبة القول الثاني قالوا لا يبارك الله عز وجل يؤخر الله عز وجل له في عمره حقيقة يعني الله عز وجل يمد له في عمره فإذا كان عمره ستين يمد الله في عمره حتى يبلغه المئة قالوا لأن الأجل أجلان أجل عام هذا الذي هو بعلم الله عز وجل ولا يعلمه إلا هو سبحانه والأجل المطلق في الأجل المقيد الذي يأمر الله عز وجل الملائكة يأمرهم بكتابة هذا الأمر إنه وصل رحمه إنه وصل رحمه وكل شيء لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى وعن تقديره ولذلك بعض العلماء يقولون هو مجرد أسباب الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره وجعل لكل شيء أسبابا فبعلم الله السابق أن هذا إذا وصل رحمه سيكون عمره أطول سيكون عمره أطول وبعض العلماء يقول البركة وهذه مجربة سبحان الله العظيم فكثير من من يصلون أرحامهم يبارك الله عز وجل لهم في العمر يبارك الله عز وجل في حياتهم وذلك تجد بعض الناس اللهم مبارك يعني أعطاها الله عز وجل ومنحها البركة في عمره بسبب صلة الرحم حتى أنه يشعر بأن يعني عاش دهرا طويلا وعمرا طويلا وأيضا أنتج ووفقه الله لأعمال صالحة أخرى أم سيف تقول عندنا الأذان مجموعة مساجد يؤذنون ويختلط الأذان يدخل بعضه ببعض تقول كيف أردد أم سيف بارك الله فيك ترددين ترديدا واحدا فقط وترددين مع أذان الحي إذا كان قريب منك تركزين على أذان الحي وترددين خلفه فإذا تداخلت احرصي على أنك ترددين حسب ترتيب جمل الأذان الله أكبر مثلا وهكذا واللي بعدها حسب جمل الأذان حتى لو ما استوعبتي مثلا بسبب التداخل ترددين مع الأذان بحيث أنك تأتين بجمل الأذان ثم تأتين بالدعاء أم أسامة من اليمن تقول بأن اشترت مصاحف وأسهمت في بناء جامع صدقة جارية عنها وعن أبويها هل هذا العمل مشروع؟ أم أسامة بارك الله فيك نعم هذا العمل مشروع ولله الحمد والمنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له و الصدقة الجارية مثل مصاحف اللي أنت اشتريتيها و وضعتها هذه صدقة جارية بناء مسجد مثلا هذه صدقة جارية وما دام أشركت والديك في الأجر فيصلهما ثواب الصدقة ولله الحمد والمنه أبشري بخير فلك أجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم لأن صلة الرحم لا تنقطع بموت الوالدين بل تبقى حتى بعد وفاتهما وذلك بالصدقة عليهما و بالدعاء لهما فأنت بارك الله فيك لك أجر الصدقة وأجر الصلة أم أسامة من اليمن تقول يعني البنت إذا كانت في العشرينات كنا في العشرينات ما كنا نصلي و نترك و ما كنا يعني نحافظ على الوضوء ماذا علينا أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني إذا كان الفترة الزمنية هذه التي قضيتها بالتساهل في الصلوات و التساهل في الوضوء و شيء من هذا القبيل و من الصعب جدا عليك قضاء ما فات أهم شيء التوبة إلى الله عز وجل و ذلك بالإقلاع عن مثل هذا الأمر و عدم العود إليه أبدا الأمر الثاني أن ندم على هذا الفعل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ندم توبة الأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العود إليه و ذلك بالاجتهاد في الطاعات و العبادات و احرصي أخت الفاضلة بارك الله فيك على النوافل فإن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة فإن كانت تامة كتبت تامة و إن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لي عبدي من تطوع هل لي عبدي من تطوع فاحرصي على السنن الرواتب ثنتين عشرة ركعة هذه الرواتب ثنتين قبل الفجر أربع قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد الإشهر احرصي على صلاة الظحى ركعتين أو أربع ركعات احرصي على قيام الليل احرصي على أربع ركعات قبل العصر بعد الأذان احرصي أن تصلي بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة فهذه بإذن الله مكفرات الحمد لله عندك خير الصدقة هذه نعمة من نعم الله بر الوالدين وأنت إن شاء الله بار بهم بعد الوفاء أيضا هذه مما يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا والآثام الإحسان إلى الآخرين عمل خير دائما وأنت إن شاء الله واضح أنك من أهل الخير وأسأل الله لك التوفير أم أسامة تقول بأنها تمتلك بيت من دورين وتقول ما عندي أولاد أنا وتقول بأن زوجي متزوج عند أولاد حبيت أني أضع كلمت زوجي تقول أو أني أجعل البيت هذا يعني أهبه لزوجي أتصدق به نية عني وعن والدي لأن تقول أنا ما عندي أولاد و هل أشترط أنا عليه بأن أجلس في هذا البيت و شيء من هذا القبيل أم أسامة بارك الله فيك أولا تشكرين على هذا الحس الإيماني و على هذه النية الطيبة و على هذه الرغبة في الخير فأسأل الله جل وعلا أن يثيبك و يكتب لك الأجر الأمر الثاني بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا هو حر في ماله الإنسان الذي يملك مال هو حر في التصرف في ماله وفق القواعد الشرعية و الضابط المرعية فيجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله و ليس لأحد الحق الاعتراض عليه يجوز للإنسان أن يوقف ماله يجوز للإنسان أن يتبرع بماله لأنه له الحرية الكاملة الشريعة كفلت له هذا الأمر و لأنه له ذمة مالية مستقلة أبو بكر الصديق أتى بماله كله تصدق فيه سبيل الله عمر أتى بنصف ماله عثمان كان ينفق النفقات العظيمة جهز جيش العسرة الأمر الآخر إذا كان عند الإنسان ورثة فإن الأفضل لا يتصدق بجميع ماله أشوف لاحظتي أقول الأفضل و ليس الواجب لا الأفضل أنه لا يتصدق بجميع مال لماذا؟ حتى ينتفع الورثة خاصة إذا كان المال قليل و الورثة يحتاجون و لذلك من كان عنده مال الأفضل أنه لا يتصدق بجميع المال و إنما يبقي شيء للورثة يبقي شيء للورثة صورة المسألة اللي ذكرتي زوجك عنده زوجة و أولاد و أنت إمرأة ما عندك أولاد و عندك إخوة هؤلاء الإخوة إن كانوا محتاجين يا أخت الفاضلة فلا تحرمينهم من قضية التركة إن شاء الله بعد عمر طويل فممكن أن تفعون بهذا البيت أو يستفيدون من قيمته فإن لهم سهم في التركة إذا كان الوالد و الوالدة طبعا أنت ذكرت بأنهم غير عايشين إخوانك الأشقة في مسألة أخرى و التي أنا أظن بالأمس تذكرت بأني أنصحك بها إذا حبيت يا أخت الفاضلة أنك توقفين هذا البيت على نفسك بارك الله فيك و على زوجك و على أولاد زوجك و هذه حقيقة مسألة يغفل عنها كثير من الناس لأن لاحظت عندك تخوف تقولين أخاف أني أتبرع في البيت و أخشى أني أطلع بعدين و ما يكون عندي سكن فأفضل شيء يا أخت الفاضلة أنك توقفين هذه العين اللي هو البيت من دورين توقفينه لله عز وجل على نفسك و على زوجك و أولاده بحيث أنك تشترطين بأن هذا البيت وقف لله بمجرد أن توقفينه أصبح الآن ملك لله عز وجل هذا البيت و لا يجوز لأحد يتصرف فيه و مدام اشترطت على أنك أنت تسكنين مدة حياتك لا يستطيع مخلوق أنه ينتزع البيت منك أو أنه يخرجك من البيت و تذكرين شرط آخر بأنه بعد الوفاة بعد عمر طويل أنه ينتقل الانتفاع بالوقف لمثلا زوجك و أولاده أو تقولين الدور الأرضي لزوجي و أولاده و الدور العلوي لإخواني مثلا هذا كله حسب الشرط اللي تذكرينه أنت و تسجلينه في المحكمة هذه نصيحة أقدمها لك أخت الفاضلة أولا فيها أجر دائم مثل الجامع اللي بنيتيه هذا البيت و وقف يعني يكون أجر لك منذ ساعة الوقف و يجري عليك بعد الوفاة الأجر و الثواب الشي الثاني فيها ضمانة لك من أن أحد يتسلط عليك و يخرجك و كذا بعد مثلا تهبين البيت و الذي تتبرعين فيه و أيضا فيه نفع لبقية الورثة زوجك ينتفع أو أولاده ما لهم علاقة أو أولاده ما يرثونك زوجك هو الذي يرث يأخذ النصف و الباقي لإخوانك لذكر مثل حظ الأنثين هذه نصيحة و أقدمها لك و أقدمها كل من يشاهدني عنده مثل نفس الحالة أو ما انتبه لمسألة الوقف على النفس الوقف على النفس حقيقة من الأوقاف العظيمة بحيث أن الإنسان يقوى الله هذه الدار أو قفتها على نفسي مدة حياتي و بعد وفاتي تنتقل إلى مثلا الطبق الأولى من ورثتي الطبق مثلا أو يوقف على فقرة و مساكين أو طلبة علم هو حر في هذا أهم شيء أنه يبقى وقف لله و يدوم الأجر و يبقى الثواب بحول الله نجلاء من ألمانيا تقول أنا بعدما أتوضى أقول لا إله إلا الله و وحده لا شريك لا اللهم أسألك بكذا و اغفر لي و اسع لي في رزقي و اسع لي في داري و رزقي و كذا إلى آخر نجلاء بارك الله فيك و رضي الله عنك أنا أعطيك قاعدة في هذا في مسألة الوضوء يعني الوضوء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أذكار فقط إذا حفظتها علمت بأن كل ما هو كل ما سوى ذلك ليس من أذكار الوضوء الذكر الأول في أول الوضوء فقط تقولين باسم الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جمهور الفقهاء يقولون التسمية في أول الوضوء سنة الذكر الثاني بعد الوضوء تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطاهرين هذا الحديث عند مسلم و الترمذي و الزيادة هذه عند الترمذي و هي محل كلام عند أهل العلم لكن صحيحها جمع من العلمة لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطاهرين هذا الذكر الثاني الذكر الثالث سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك احفظي هذا يا نجلاء هذه الثلاثة هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام أما ما ورد اللهم و أغفر لي ذنبي و أسع لي في رزقي و داري إلى آخري هذه قال بعض العلماء إن صح الحديث فهو من أذكار الصباح إن صح الحديث فهو من أذكار الصباح بارك الله فيك نجلاء تقول عندها أختها يعني زوجها متزوجة من خمسين سنة زوجها مريض و تعبان تقول يعني تخدمها و تودي الحمام و ترجعها من الحمام تقول للأسف يعني ما يقول لها يعني كلمة شكرا جزاك الله خير و شيء من هذا القبيل حسب ما فهمت الآن لأنه كان في تردد في الصوت يا نجلاء بارك الله فيك المرأة اللي متزوجة من خمسين سنة أكيد بالمجزوم أنها صبرت صبرا كبيرا و عظيما فقول لي لأختك إذا كان زوجها مريض بمثل هذه الصورة و عندها من التضجر و التأفف و يصدر منها بعض الأشياء طبيعي جدا خاصة إذا كان بمثل هذه الحالة و إن كنا لا نوافق على هذا لكن عليها أن تصبر و تكمل مشوارها و تكمل صبرها و تحتسب الأجر عند الله سبحانه و تعالى فلا تعتقد بأنها لا تؤجر لا تؤجر أجر عظيم و زوجها هذا أخطأ في حقها المفترض يشكرها و يتأسف منها و يطلب منها الحل إذا صدر منه شيء بحقها و أن لا يكون جاف بمثل هذه الطريقة و عنيف و غليظ قلب نسأل الله العافية و السلامة لكن أختك الآن سؤال عن أختك الحمد للعيش خمسين سنة صبرت أكيد صبر مثل ما يقول صبر أيوب ها تكمل مشوارها ما بقي في يعني إيش بقي في العمر يعني و بعدين هل المرأة اللي في هذا السنة تدور زوج ثاني حتى تطلب الطلاق أو الفراق تحتسب الأجر و تطيع الله فيه كما عصى الله فيها تطيع الله في زوجها كما هو عصى الله فيها بمثل هذه الأساليب و الله جل وعلا يقول و عاشرهن بالمعروف قل جل وعلا و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و النبي صلى الله عليه و آله سلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فيبلغ الزوج مثل هذا الكلام من قول الله و من قول النبي عليه الصلاة و السلام و يوجه و ينصح و يذكر و يخوف بالله يقال هذه أم عيالك احترمها و قدرها و اشكرها الآن تستطيع تتخلى عنك مين يقف معك تستطيع الآن ولا أحد لا شرع الشرع سيقف معها و القانون معها و العرف معها و كل شيء معها و بعدين ستكون أنت وحيد فريد و لذلك لا بد أن يذكره لا بد أن يلسع بموعظه تذكره بحق زوجته عليه نجلاء تقول بأنها كانت تشتغل في شركة و كانت تأخذ بعض الخيوط و بعض الأزرار و بعض الأشياء و تقول أشتري بها حاجات تقول الآن الشركة أغلقت و انتقلوا إلى شركة أخرى و هم جداد الآن تقول أنا ندمان ندم شديد ماذا أفعل في مثل هذه الحال نجلاء بارك الله فيك أولا الحمد لله الذي جعل ضميرك يصحى الحمد لله الذي جعلك تندمين و الحمد لله الذي جعلك تنتبهين لمثل هذا الأمر هذه نعم من نعم الله فإن كنت أخذت أشياء ممنوعة أصرا أخذها و يعني محظورة على الموظفين لأنها تعاد إلى الشركة أو تعاد إلى التصنيع شيء لا شك بأن هذا أمر محرم و لا يجوز و النبي عليه الصلاة والسلام يقول و الله لتؤدن الخيطة و المخيط يوم القيامة الخيط و الإزرار و الإبرة كلها تأتي يوم القيامة يقول جل وعلا و من يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة و من يغلل يعني خان و أخذ يأتي بما غلى يوم القيامة الأمر الثاني إذا كانت هذه الأشياء مما ترمى بحيث أن الشركة أصرا هي مخلفات لبعض الصناعات و يرمونها في الغالب في المزابل أو يعني يخرجونها ما عليك شيء و لله الحمد و المنه فقد نص الفقه على جواز التقاط الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فما عليك الشيء يا أخت الفاضل أما تقول الله كان ممنوع و محظور و محرم علينا و أخذتي الآن بارك الله فيك التوبة بينك و بين الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله و الشيء الثاني تصدق أخرجي قدر ما تستطيعين حتى يتطيب نفسك و يذهب هذا الوسواس الذي أقلقك و أشغلك طوال العمر و تصدقي على فقير أو مسكين بنية أصحاب الشركة بارك الله فيك علي من عمان يقول بالنسبة للمعصية يوم الجمعة و ليلة الجمعة هل يأشد من بقية الأيام علي بارك الله فيك ما في نص يخص المعصية من حيث التشديد و التغليض بيوم الجمعة ما عندنا نص في هذا لكن في قاعدة عامة أخذها العلماء من مجموع نصوص على أن الأماكن الشريفة و الأزمان الشريفة هذه المعصية يشدد فيها و يغلض كيفا لا كما بمعنى أن الذنب مثلا في مكة أعظم من الذنب في غيره في غير مكة يقول جل وعلا و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم و قد كان جمع من الصحابة يشددون على المعصية في مكة أو المدينة و ينبهون على ذلك و يحذرون لا سيما مكة أخذ من هذا العلماء قاعدة على أن مثلا الأزمان الشريفة فالمعصية في رمضان أغلض و أشد من المعصية في غير رمضان المعصية في يوم الجمعة أشد و أغلض من المعصية في غير يوم الجمعة و لذلك سبحان الله العظيم حتى العصات و المذنبين يعظمون يوم الجمعة تجد أغلب العصات و المذنبين يعلمون لأنهم يسمعون عظم يوم الجمعة و أنه أفضل الأيام عند الله و أنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم و أدخله الجنة و أخرجه منها و اليوم الذي تقام فيه الساعة و هو عيد المسلمين الأسبوعي و لذلك تجد كثير من العصات يحضرون صلاة الجمعة لكن ما يشهدون الصلاوات الخمس ملاحظ هذا و إلا لا ملاحظ ليش لأن يعلمون بأن يوم الجمعة عظيم كذلك تجدهم يتخوفون من الذنب يوم الجمعة و ليلة الجمعة خشية أن تنزل عليهم سخطة من السماء فتجدون يتخوفون و هذا يدل على ماذا على ما استقر عند الناس من تعظيم يوم الجمعة و لذلك المعصية في يوم الجمعة و ليلة الجمعة على هذه القاعدة يمكن أن يقال بأنها تغلض و يشدد فيها كيفا لا كما علي يقول ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها إلى وقت آخر ثم توفي قبل أن يصليها يا علي بارك الله فيك إذا كان تأخير هذا الإنسان الذي مات للصلاة التي ما صلاها بسبب عذر أو باجتهاد مثلا لا شيء عليه و لله الحمد و المنه أما إذا تأخرها متعمدا قاصدا و يعني بيت في نفسه بأنه سيؤخرها إلى حتى يخرج وقتها إلى الوقت الثاني هذا يفسقه العلماء يقولون بهذا يفسق و بعض العلماء يشدد في هذا الأمر علي يقول ما حكم ذكر الله و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الاستحمام ما في بأس طيب أن الإنسان وهو يستحم يقول لا إله إلا الله يقول الحمد لله سبحان الله اللهم صلي على محمد ما في شيء يعني هو يستحم ما في شيء ولله الحمد و المنه أحسين من أندونوسيا يقول أنا مشترك في جريدة عندهم في أندونوسيا يقول هذه الجريدة يكتف فيها آيات قرآنية أسماء الله الحسنة بسم الله رحمه رحيم شيء من هذا القبيل يقول أنا أتولى تقطيع هذا بعد ما أنتهي من الجريدة و قصها و بعدين حرقها هل فعل صحيح نعم يا حسين بارك الله فيك هذا هو الفعل الصحيح لأن الله جل وعلا قال ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال جل وعلا ذلك و من يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه و القاعدة في الشريعة و وجوب تعظيم ما عظمه الله و لذلك هذا ألفة حقيقة يعني من الأخ حسين جزاء الله خير سؤال مهم جدا يغفل كثير من الناس عندهم جرائد مجلات كتب فيها أسماء الله الحسنة فيها أيات قرآنية فيها حديث عن النفس سلم ربما يرمونا في المزابل أو في سلة المهملات أو في الأرض يتطاعها الأقدام و هذا ما يليق بالمسلم الذي استقر و تربع على عرش قلبي تعظيم الله سبحانه و تعالى الواجب علي أن ينتبه لمثل هذه الأشياء و الحمد لله وسائل الآن التخلص من هذا كثير الآن قصصات الورق هذه تفرم الورق و تقطع بحيث تمحيه الحرق مثلا وضع في ماء و غسله حتى تذهب الكلمات و الأحرف هذا أحد الأسباب عموًا فعلك صحيح يا حسين بارك الله فيك إبراهيم من العين يقول بأن هناك رجل من العائلة أمه غاضبة عليه غضب شديد وسبب ذلك يعني الإرث و هو خرج في بيت مستقل لكن يقول للأسف الوالدة والدت غضبان عليه تدعو عليه شيء من هذا القبيل و هو يبر بها ما الحكم إبراهيم بارك الله فيك أولا هذا الأخ الفاضل سلم عليه و قل ليستمر في بر والدته و يتحمل و يصبر صبرا لا حدود له و لا منتهى له ذلك أن الله جل وعلا أمره ببر والدي حتى و لو كان كافرين مشركين يدعوانه إلى إلى الشرك والعياذ بالله قال جل وعلا و إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفة قل جل وعلا و قضى ربك أن لا تعبد إلا إياه و بالوالدين إحسانا قال جل وعلا و اعبد الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و لا يجوز له أن يعامل والدته بمثل معاملتها له و إنما يتحمل فيدفع باللته أحسن يدفع السيئة بالحسنة فما يقوم به من البر حسن من الحسنات العظيمة الأمر الثاني بالنسبة لهذا الأخ إذا كانت والله الأزمة بينه و بين والدته بسبب خروجه و والدته تطلب الرجوع يحاول أن يرضيها في مثل هذا الأمر إلا إذا تعسر إلا إذا تعسر الأمر و شق عليه و ما اعتدى في مسألة الإرث حسب ما ذكرت بأنه ما يعني اعتدى و لا أخذ حق غيره فإن في هذه الحالة يحاول أن يراجع الأمر و يسترضي والدته و يبين لها المصالح في سكناب في بيت مستقل و ابتعاد عن المفاسد و شيء من هذا القبيل أمر آخر يكثر منه زيارة والدته و يعني الإتيام بالهدايا و يضع بيدها المال يحاول أن يرقق قلبها و أن يلين قلبها بمثل هذه الأشياء الأمر الآخر و بحقيقة رسالة إلى هذه الأم عجيب والله نحن في زمن العجائل جرت العادة أن الأم و الأب يعني عنصر مهم في قضية الجمع للتفريق هذه جرت عادة الناس أصبح الآن للأسف الشديد بعض الآباء و بعض الأمهات عنصر تفريق بحيث أنهم يضيعون بسبب العاطفة يضيعون و يتشتتون و ربما يسهمون إسهام في قضية تفريق الأسرة و الضرب الرحم في أصله و هذه حقيقة من المصائب و الكوارث جرت العادة أن الأم فيها من الرحمة و الرأفة اللي يدفعها أن تتنازل عن حقها و تحاول أن توفق بين الأولاد أن حصل بينهم خلاف و تطرب يتنازل هذا و يتنازل هذا لكن أن تكون الأم هي سبب من أسباب النزاع و الخلاف هذا أمر غريب جداً و هذه الحقيقة ليس سؤال الأخ إبراهيم موجودة حالات للأسف بعض الأمهات لذلك تفرق بين أولادها تفرق بين بناتها يعني الشيء صورة عجيبة جداً و كل هذا طمع دنيا و غداً ستلف بخرقة بالسعر الزهيد جداً ثم تدفن في التراب هذا الأموال من التراب إلى التراب يعني سمعتم أحد مات و أخذ أمواله معه المال الذي يكون سبب من أسباب تفرقة الرحم مال مشؤوم أو شخص مشؤوم من يجعل المال سبب من أسباب التفرقة و قطيعة الرحم و الضرب في أصول القرابة هذه مصيبة و كارثة مصيبة و كارثة و لذلك المال فتنة إنما أموالكم و أولادكم فتنة فلينتبه الإنسان ينتبه و يحذر من هذه الفتنة الخطيرة التي ربما دمرت الأسرة و دمرت الرحم فعلى الأم هذه أن تتق الله و أن تخاف الله و على الولد أن يستمر في هذا الطريق و يسأل الله يكثر من الدعاء أن يلين الله جل و على قلب والدته و أن يبعد عنها الشر و يحاول أن يتنازل حتى لو قدم أموال لأجل أن يبقي الرحم نابض بالحياة أفضل من أنه يعني يبقى في دائرة القطيعة إبراهيم طبعا يقول يعني هو يريد أن يتزوج و زوجته معترضة و يقول بأنه حصل جدال بينه و بين زوجته و قالت بأنه نحتكم يحتكمون إليه إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة للتعدد ما أحد يقول من أهل الإسلام بأنه محرم لأن الله جل و على قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و ربع هذه القاعدة هذه و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام عدد و أعطاه الله خاصية الزيادة على أربع الصحابة عددوا بوكر و عمر و عثمان و علي الصحابة كلهم عددوا أو أغلبهم عددوا الناس منذ قديم الزمان يعددون الأمر الثاني إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة على العدل بين الزوجتين بحيث أنه لا يمتلك المال لإسكان هذه في بيت و هذه في بيت و النفق على هذه و النفق على هذه أو يرى من نفسه عدم القدرة على العدل حتى في مسألة المبيت فإنه لا يجوز له الإقدام لأن هذا مآلاته الظلم مآلاته الظلم و لذلك قال الله جل و عاله إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإذا خاف الإنسان خفتم يعني في بوادر في علامات على أنك ما تستطيع العدل لأنه في النهاية ستكون تائه بين هذه و بين هذه و ربما ظلمت هذه و يعني و الأخرى ملت معها كل الميل و النبي عليه الصلاة و السلام يقول من كانت له زوجتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة و أحد شقيه مائل أو شقيه مائل بمعنى أنه في صورة تدل على أن العقوبة من جنس العمل أن الله عاقبه بالميل الميلان لأنه هو مال و لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك إذا كان عندك القدرة و الاستطاع و عندك الرغبة و ما يمنع و ما يمنع و هي الزوجة طبعا المطالبة بأن ترضى بقدر الله و هذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لكون زوجها تزوج عليها لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال لأي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أما إذا في بأس و فيها سبب لها الحق في ذلك و لها الحق أن تعترض على زوجها إذا كان يريد الزواج لأنه تقول أنت ما عندك دخل راتب قليل بالكاد يكفيني و يكفي أولادي من وين تجيب مثلا أنت ما عندك قدرة على فتح بيت ثاني مثلا بهذه الطريقة بارك الله فيك و بارك الله في زوجك أبو إبراهيم عجمان بارك الله فيه يسأل يقول حكم من كان على وضوء ثم أحب أن يجدد الوضوء ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لتجديد الوضوء سنة تجديد الوضوء سنة يعني يكون الإنسان متوضى ثم يروح يتوضى مرة ثانية سنة نص على هذا العلم و يرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يتوضى على وضوئه و هذا لا يعني بأنه لا يجوز الصلاة بوضوء واحد لصلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بل ثبت أن النبي عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الله عليه و آله و سلم و لذلك من السنة تجديد الوضوء و بعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يكون سنة إذا صلى به فرضا أو نافلة يعني أنت الآن صليت توضعت و صليت فريضة و نافلة و جاءت صلاة أخرى نافلة أو فريضة من السنة أن تجدد الوضوء فتصلي بالنافلة الجديدة و الفريضة الجديدة و وضوء جديد لكن لو أحببت أنك تصلي بالوضوء الأول و من تقض هذا ما في شيء هذا هو الأصل بارك الله فيك أبو إبراهيم يقول بعض الناس حينما يموت له ميت يضع حالة حداد في الواتس أب مثلا و صورة أيضا ما حكم ذلك يا أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لبعض الناس لما يموت لهم ميت لا شك بأن يصابون بالحزن و هذا شيء طبيعي لكن لا يمتلكون عواطفهم أحيانا و ربما يرتكبون بعض الأخطاء أو بعض المحظورات و من جملة ذلك نسيانهم ما للميت من الحق عليه و لذلك أغلب الناس يغفل ما للميت من الحق عليه و يذهب إلى أشياء يعني لا تفيد الميت بشيء و لا تفيد الحي بشيء لا الحي يستفيد و لا الميت يستفيد فالآن وضع صورة أو وضع حالة أو وضع مثلا بعضهم يجعل الصورة بدل ما تكون ملونة تكون أبيض و سود مثلا أو يضع خيط أو يضع خط مثلا هذا كله ليس من شرع الله و ليس من دين الله و لذلك يا أخواني و أخواتي اللي ينفع الميت الدعاء اللي ينفع الميت الصدقة اللي يعني مما هو حق للميت علينا أن نصل الرحم التي لا توصل إلا بالميت من حق الميت علينا أن نصل حتى صديق الميت هذا الذي وصانا به النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك العاقل هو الذي يهتم بما ينفع ينفعه و ينفع الميت أيضا هذا هو النافع أما هذه الأشياء الحقيقة ينبغي للناس أن ينتبهوا و أن يلتفتوا إلى ما ينفع لا ما يضر أبو إبراهيم يسأل يقول ما صحة الحديث الذي عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر قال من قال دبر كل صلاة أو أخذ مضجعه و الله أكبر و كبير عدد الشفعي و الوتر و كلمات الله التامات الطيبات المباركات و لا إله إلا الله مثل ذلك جعل الله له نورا إلى آخر خلاص و أبو إبراهيم سامحني والله المخرج يقول خلاص انتهى الوقت طيب أبو إبراهيم عندي و أبو محمد من الشارق و محمد من رأس الخيمة طيب أعتذر منكم أعتذر منكم المشكلة وين غدا الجمعة و أيضا بعد غدا السبت عندي حلقات الواتس أب الإجابة على أسئلة الواتس أب يعني اللقاء متى يكون يوم الأحد إن شاء الله إن يسر الله و أعان و وفق أعتذر منكم إن شاء الله ألتقيكم الأحد القادم مباشر بحول الله و قوة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر